بعد أقل من عام على تتمة أشغال الصيانة والترميم أعيد فتح المعلم الأثرية التاريخي حصن قوريا في حلته الجديدة أمام توافد الزوار من داخل وخارج الوطن لاكتشاف سر هذا المعلم قلعة قوريا بأعالي مدينة بيجايا المعلم تعيمة قوريا صراحة مع الترميم داروها للمنطقة طبيعة وكلش فاتن بجماله الخلاب جديدة تفاصير والروايات عن أصل تواجد هذه القلعة الأثرية لكن أغلبها تتفق على أن امرأة تدعى قوريا اتخذت من هذا المكان مأوى لها وكانت تتسمى بالتعاوني والإخلاص شكرا للمنطقة صراحة بيجايا الانسان يحبب كما قول الله صراحة بيجايا وكانت تتسمى بالتعاوني والإخلاص بيجايا وكانت تتسمى بالتعاوني والإخلاص بيجايا يصنف هذا الموقع الأثري ذمن الأمكانة السياحية والثقافية المهمة والتي أخذت بعين الاعتبار للسيانة والترقيع يتولى تسيير هذا المعلم الأثري يما قوريا الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية حتى يبقى محصنا وشاهدا على حضارة مدينة صلداي أو بيجايا في التاريخ الحديث